تحت مبررات وذرائع وهمية تواصل ميليشيات الحوثي حملات البطش والابتزاز والنهب المنظم لقطاع العقارات في أمانة العاصمة صنعها ومناطق سيطرتها ملاك العقارات قالوا إن ميليشيات الحوثي تفرض عليهم إتاوات باهظة بمئات آلاف الدولارات تحت مسمى دعم المجهود الحربي ودعم حكومة الانقلابيين وجابت دوريات مسلحة مناطق وأحياء العاصمة بعد عمليات مسح ميداني سعت من خلالها الميليشيات الحوثية لحصر أملاك ما قالت إنهم مسؤولون فاسدون في النظام السابق أو قيادات في أحزاب المعارضة والجيش الوطني الذين غادروا صنعاء إثر اجتياح الميليشيات صنعاء في سبتمبر 2014 ميلادية واختطفت الميليشيات عشرات من ملاك المنازل واقتادتهم إلى سجون مجهولة فيما ما تزال حملة المداهمة تجوس خلال الديار وكان القيادي الحوثي المدعو محمد علي الحوثي حرض ميليشيات جماعاته على استهداف عقارات المواطنين في خطوة لمصادرة أملاك المواطنين وسعي الميليشيات في مشاريع التوسع والاستيطان في أماكن هامة ومناطق حساسة من العاصمة صنعاء وفي الوقت الذي تشن فيه الميليشيات حربا ممنهجة ضد العقارات تحدث مواطننا في صنعاء عن إقدام ميليشيات الحوثي بشكل مكثف بشراء عقارات بمبالغ مهولة في عمليات غسيل للأموال المنهوبة